السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن الوزارة عملت على تعزيز آليات تنفيذ هذا البرنامج بتحسين التأطير التقني للمندوبيات الجهوية والإقليمية ووضع مصاطر وبرامج معلوماتية خاصة بتنفيذه وتقييم نجاعته وعشر الوزير إلى أن المجهودات المبدولة منذ سنة 2011 أصفرت إلى حدود اليوم عن تأهيل 1382 مسجدا من أصل 3665 بكلفة إجمالية تقدر بمليارين واربعمائة واثنى عشر مليون درهم أما بالنسبة للمساجد المغلقة المتبقية والتي تناهز 2283 يضيف الوزير فتتوزع على 539 مسجدا في طور التأهيل بكلفة إجمالية قدرها مليار وثلاثون مليون درهم وخمسمائة وتسعة عشر مسجدا في طور الدراسات والتراخيص وخلص الوزير إلى أنه بالرغم من المجهود المالي الذي بدلته الدولة ومساهمات المحسنين لتأهيل المساجد المغلقة لا يزال هناك 1225 مسجدا يتطلب تأهيلها حوالي مليار درهم مشيرا إلى أن عدد المساجد التي تغلق سنويا تتراوح ما بين 200 و250 مسجدا موسيقى 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 موسيقى